ننتقل الآن نشكرك أستاذ سعيد الآن ننتقل إلى أستاذ الندى خاطر تتكلمنا عن التجربة الأردنية حول السياسات المتعلقة بالبيانات والتشريعات والأطر التشريعية يسعد مساكم أهلاً ستة شريفة ويعطيكم ألف عافية في البداية أحب أشكر عنران على هذه الاستضافة وشرف لي أني أقدم التجربة الأردنية ولو جزء بسيط منها في البداية أحب أعمل سكرين شيرين وتأكدي أنه ظاهر عندكم واضح تمام فبزعدني اليوم أني أقدم جزء من التجربة الأردنية خليني أحكي في البنية التحتية الرقمية والتشريعية اللي بتخدم المدن الذكية يعني إحنا بنحكي اليوم عن المدن الذكية بدأت تكون مبنية عن البيانات بدك تكون في عندك بنية تحتية رقمية زي الكلاود تقدر تطور عليها المدن الذكية والمنظومة كلياتها لازم تكون آمنة في ظل الفضاء السبراني رح أغطي اليوم إن شاء الله يعني رح أحاول أني أكن سريعة عشان أقدر أغطي المنظومة كاملة بلشنا بالأردن بسياسة البيانات الحكومية المبتوحة 2017 ببداية السنة هاي اشتغلنا على سياسة تصنيف وإدارة البيانات الحكومية في عنا هلأ يعني من خلال التقرير تقريبا من قبل أسبوعين صار عنا سياسة للمنصات السحابية وبدي أعطيكم فكرة بنهاية البرزنتيشن عن الإطار التشريعي والتنظيم المتعلق بالأمن السبراني بالأردن بشكل مختصر وسريع بداية حاب أخذكم بمرحلة مشروع البيانات الحكومية المفتوحة بدا معنا من سنة 2017 بإطلاق السياسة وإطلاق منصة مبدئية لتعلقة بالبيانات المفتوحة بعدين بشهر 12 قمنا بتشكيل لجنة مشتركة من كافة الشركاء حتى ننجح بهذا المشروع بهمنا موضوع المشاركة والإنجاجمنت من كل الستيك هولدر فكانت معنا لجنة مشتركة اللي بتضم في عضويتها قطاع عام وقطاع خاص ومؤسسات مجتمع مدني بالإضافة إلى الأكاديميين والجامعات فكانت معنا مجموعة كبيرة من الخبراء اللي كانوا يساهموا معنا ومشاركين معنا ولحد الآن هم معنا شركاء في هذا المشروع الوطني في شهر 10 2018 كان عندنا تقييم لبيانات الحكومية المفتوحة بالأردن حتى نعرف إحنا شو عندنا نقاط قوة ونقاط ضعف هاي التقييم تم إجراءه بالتعاون مع منظمة الإسكوا واتبعوا فيه منهجية البنك الدولي اسمها الأودرا Open Data Readiness Assessment كانت تعتمد على ثمن محاور أساسية تم تقييم هذه الثمن محاور وبيّن معنا وين في عنا جابس نشتغل عليها وين في عنا نقاط قوة حتى إنه نعززها فكانت هاي النتائج هذا التقييم كان في مثابة رودماب لإلنا من 2018 لليوم وإحنا لليوم عم نشتغل لنغطي كل الجابس اللي موجودة معنا بهذا المشروع بعد هيك برضو من نتائج التقييم هلأ كل المراحل اللي إحنا فيه بهذا المشروع بيكون من توثيات الدراسة والتقييم اللي أجريناه مع الإسكوا كان فيه بتطلب إنه يكون في عنا توحيد للمهاجية المتبعة لكل المؤسسات كيف بدها تنشر بياناتها على البيانات المفتوحة فاشتغلنا على إصدار تعليمات للبيانات الحكومية المفتوحة توحد الإجراءات الحكومية في نشر هذه البيانات فكانت تكون من أربع مراحل موضوع إنه لازم كل مؤسسة حكومية تقوم بجرد هذه البيانات اللي موجودة بهذه المؤسسة ولازم يكون فيه تعيين أشخاص معينين مسؤولين عن هذا المشروع يتشتغلوا مع بعض لهم ونسق البيانات وضابط الارتباط حتى يقوموا بمراحل تجمع البيانات وتحويلها لصيغة مفتوحة ورفعها للمنصة طبعا كان دور وزارة الاقتصاد الرقمي إنها تدرب بناء القدرات لكل الموظفين بالمؤسسات الحكومية وتكون فيه عندنا تبني منصة شاملة لهذه البيانات استمرنا بالموضوع وبعد هيك طلعنا بأنه لازم يكون فيه عندنا رخصة لتشجع استخدام البيانات الحكومية فطلعنا برخصة أردنية للبيانات الحكومية المفتوحة وهي تتوافق مع الستاندرد العالمي طبعا كل الإنجازات اللي عم نحكي فيها ما كانت الوزارة بتشتغل فيها لحالها كان فيه تعاون وثيق ودوري يعني بشكل يومي كان مع اللجنة المشتركة للبيانات الحكومية المفتوحة اللي حكيت لكم عنها اللي هي فيها تشاركية فبصراحة مثل هاي المشاريع إذا ما كان فيها تشاركية من كل الأطراف والشركاء بيكون شوي فيه صعوبة بالإنجاز بعد هيك بلشنا بموضوع الكاباستي بيلدينغ الكاباستي بيلدينغ أهم نقطة بموضوع أي مشروع بتخيل إنه المؤسسات الحكومية كلها لازم تكون يتدربوا يعرفوا إيش يعني بيانات مفتوحة ينعمل لهم البروزس أو الإجراءات اللي بدون يمشوا فيها فتعاوننا مع الأو إي سي دي منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومنظمة الإسكوا برضو لموضوع تدريب الموظفين في المؤسسات الحكومية حول مفهوم الحكومة المفتوحة بشكل عام وبشكل متخصص على البيانات الحكومية المفتوحة وكيف بدنا نجهز إحنا كمسؤولين وموظفين بمؤسساتنا بدنا نشتغل على إنه ننشر ثقافة الانفتاح ثقافة النشر للبيانات الحكومية حتى نقدر نستفيد من هاي البيانات ويعني نفتح الأفاق للإبداع والابتكار لكل المواطنين ورياديين الأعمال وحتى الأكاديميين والباحثين بعد يعني هاي الورش خلينا نحكي إحنا الورش هاي كانت بنهاية الـ 2019 وهاي الإحصائية عملناها بعد نتائج الورش إنه إحنا دربنا تقريبا بحدود 35 مؤسسة حكومية من أصل 120 مؤسسة كانت النتائج بنشر إنه فعلا إنه بعد التدريب الـ 2019 وـ 2020 زادت عنا الـ data sets أو مجموعة البيانات المنشورة إحنا وصلنا تقريبا لـ 360 data sets أو 370 حاليا لكن مش هذا اللي بنطمح له بنطمح إنه يصير في عنا عن جد يعني نحكي بالألف وطالع من مجموعة البيانات المنشورة لكن هاي النتائج كانت فقط من تدريب 35 مؤسسة لكن اليوم يعني الحمد لله الأسبوع الثلاثة الماضية كان في عنا سبب تأخير بـ COVID-19 الأسبوع الثلاثة الماضية قدرنا إنه نرتب ورش تدريبية للـ 120 مؤسسة فبتوقع من هون لشهرين 3 إنه هذا الرقم ينضرب بـ 3 فنصير إن شاء الله على المنصة عنا كل القطاعات إحنا المنصة هايها هلا ببرجيكم يعني سكرين شوت منها المنصة فيها 15 قطاع هاي البيانات كلياتها منشورة من المؤسسات الحكومية بمختلف هذه القطاعات ونتوقع طبعا من هون لآخر السنة إن شاء الله مجموعات البيانات المنشورة توصل للألف وأكتر إن شاء الله واللي بيحب يعني يدخل على هاي المنصة الويبسايت data.jordan.gov طبعا يعني إحنا بنحكي عن المدن الذكية لما نحكي إحنا بيانات موجودة ومنشورة بتساهم كتير في بناء المدن الذكية وإذا أي فكرة بتيجي عند ريادي أعمال أو حتى مواطن بده ياخد فكرة عن قطاع معين بدخل على هاي المنصة وبيقدر يقرأ ويشوف البيانات الموجودة وممكن تساعده ممكن يطلع بفكرة تفيد الحي اللي هو فيه أو المنطقة اللي هو فيها وممكن يلاقي حل مشكلة بمدن مختلفة هلا إحنا كانت الهدف من الورش والتدريبات اللي كانت مع المؤسسات الحكومية فقط للنشر لأنه إحنا بننشر ثقافة نشر البيانات كانت هاي الفيز الأولى هلا الفيز الثانية إنه بدي أهتم بجودة البيانات حتى تكون يعني مفيدة وقدر أعمل عليها تكون بجودة عالية فهاي الفيز الثانية اللي هي هلا إحنا حاليا انتهينا من مرحلة إعداد إطار إجرائي لضمان جودة البيانات اعتمدنا أكتر من مؤشر بمرحلة الإعداد مرحلة النشر الأول ومرحلة التحديث حتى نضمن إنه هاي البيانات اللي بتنتشر بجودة عالية طبعا كان في عنا كتير أبعاد من هذه الأبعاد اللي اعتمدنا عليها لضمان الجودة منها الوصول للبيانات تكون البيانات دقيقة إنها تكون قابلة القراءة آليا إنها تكون مكتملة وتوفرة في الوقت المناسب فهاي الإجراءات يعني قريبا إن شاء الله رح ناخد الموافقة من مجلس الوزراء عليها وبعد الموافقة رح يبلش موضوع البناء القدرات للمؤسسات الحكومية على موضوع الجودة حتى يكون فيه يعني استكمال لهاي الرحلة لبيانات المفتوحة لما بدنا نحكي بعضين هيك بكون تقريبا غطيت موضوع البيانات الحكومية المفتوحة البيانات الحكومية المفتوحة هو جزء يعني من البيانات الحكومية فإحنا حتى نوصل للاستفادة العظمى من البيانات الحكومية بشكل عام يتوجب تصنيفها وإدارتها بشكل جيد فاشتغلنا على سياسة تصنيف وإدارة البيانات الحكومية صدرت في مطلع هذا العام من لي بتتأسم البيانات بالحكومية اتفقنا إنها تكون على فئتين فئة متاحة واعتبرنا إنه البيانات بالأصل يجب أن تكون متاحة وبيانات الفئة الثانية اللي هي الغير متاحة ويتم تصنيفها بسري وحساس وخاص حسب مدى الأثر والضرر من الوصول إليها فكانت تقريبا هاي هي النظام التصنيف المعتمد بالأردن حاليا واللي بدنا نشتغل عليه مع المؤسسات وكان فيه بالسياسة يعني حطينا حتى نسهل على المؤسسات نموذج حوكمة يجب الاقتزام فيه من كل المؤسسات ويكون واضح إنه إحنا في عنا مرجعيتنا مجلس الوزراء مزارة الاقتصاد الرقمي رح تكون مساعدة وداعمة لكل المؤسسات الحكومية بموضوع التصنيف لكن كل جهة حكومية لازم يكون فيه عندي مأسسة لهذا لهذه السياسة داخل المؤسسة نفسها حتى ما يكون التصنيف مبني على رأي أشخاص لكن لازم يكون مبني على رأي مجموعة من ضمن هاي المؤسسة واللي هي بدها تبلش من الديتا ستيورت أو المشرف البيانات لبروغرام ليد وبده يكون فيه عندي لجنة تاخد القرار وتصنف بشكل نهائي فإحنا في هاي في هاي المأسسة نضمن إنه ما يكون التصنيف بناء على قرار فردي طبعا الخطوات التنفيذ برضه كانت واضحة إنه لازم فيه عنا النموذج الحوكمي نتبنى يكون فيه عنا نموذج لاستمارة الجرد حتى نجرد البيانات وبعدها بنبلش بموضوع التصنيف وزي ما احنا شايفين فهو مرحلة الموضوع التصنيف هو مستمر وليس هو يعني فترة وينقضية لأنه أنا كل يوم بطلع عندي بيانات جديدة وكل يوم فأنا بدي أبلش أصنف من اليوم سنة العشرين وعشرين أنجز العشرين وعشرين وبصير كل البيانات اللي بدها تيجي جديد مصنفة تلقائيا وأرجع أصنف السنين الماضية سنة بتعرفون لأنه الموضوع إذا بدنا نصنف من السنين الماضية كلها بيكون مشروع يعني كتير كبير فبدنا نمشي فيها بمراحل فحاليا حطنا الأولوية إنها عشرين عشرين نبلش فيها ونرجع بالألف ونتساط طبعا إحنا حشان نقدر نمشي بموضوع السياسي عملنا قياس لمستوى النضوج في المؤسسات الحكومية فبين معنا مين المؤسسات اللي عندها مستوى النضوج عالي من مؤسسات اللي ما كان عندها مستوى النضوج متوسط وقليل فكانت عنا هاي زي ما نحكي زي لاندسكيب توضح لنا مع مين نشتغل وكل المؤسسات نجمعهم حسب احتياجهم حتى نبني برضو معهم قدرات نبني لهم القدرات بخصوص هذا الموضوع كلهم حسب احتياجهم عشان هيك أسمناهم لفئات معينة طبعا احنا اليوم بسنة العشرين عشرين قررت السياسة لكن انا بدي اضمن انفذها فعملنا عندنا خطة بتايم لاين واضح من هون لنهاية الواحد وعشرين بدي يكون فيه عندي انجاز لهذه السياسة يتضمن انه يكون فيه عندي منصة للتصنيف تساعد المؤسسات لانه تعرف احنا في العصر الرقمي يعني ما لازم يكون فيه عندي شغل ورقي كله بدي يكون على المنصة لازم يكون فيه عندي تدوعية وتدريب لازم يكون فيه متابعة لازم يكون فيه برضو عشان احفزهم بدنا نعمل زي برنامج تحفيزي للمؤسسات ونكافئ المؤسسات المتميزة بالتصنيف ننتقل للموضوع الاخر اللي هو احنا منحكي عن البيانات والبيانات الضخمة منحكي عن البيانات الحكومية البيانات الحكومية هي عبارة عن بيانات ضخمة انا بدي فيه عندي استفادة من التكنولوجيا الجديدة واهمها البنية التحتية الرقمية اللي انا بدي اعتمدها لهي المنصات السحابية فمن قبل تقريبا شهر اقرت الحكومة سياسة المنصات السحابية وخدماتها وهي عبارة عن اربع محاور اساسية انه كيف انا بدي ارظم استخدام الخدمات السحابية من قبل المؤسسات الحكومية وكيف بنفس الوقت تنظيم الكلاود سيربس بروفايدر كيف بدي اعمل لهم تنظيم لضمان التنافسية وضمان حقوق المستهلك والمستفيد ضمن اطر تنظيمية معينة لازم يكون فيه عندنا الاسئلة لازم يكون الكونتراكت لازم احمل خصوصية لازم احمل معلومات وبالاضافة لانه انا بالاردن شايفين انه احنا لازم نطور على سحابة اردنية وطنية فاحنا عندنا هلأ المعمارية للسحابة الاردنية عندي حاليا سحابة الحكومية الخاصة بالحكومة وفي عندي الكلاود اللي بيزودها الوكال بروفايدر عندنا بالاردن محليين وطبعا الاجلوبال ببليك بروفايدر مثل امازون ومايكروسوفت وجوجل وغيرها فاحنا بالقطاع العام موجود قدامنا هدولي ثلاث خيارات لكن بيعتمد على تصنيف البيانات السياسة التصنيف أنا بناءا على التصنيف بقدر أطلع على أي نوع من أنواع الكلاود بناءا على التصنيف بتعرف لأنه إذا كان المستوى البيانات السري ما رح نقدر نطلع فيه على الجلوبال بنستحمل في الـ وبنفس الوقت أنا المستفيدين من الخدمات السحابية مش بس القطاع العام ولكن القطاع الخاص والأفراد فأنا بدي أضمن أنه الكلاود بروفايدر بيأدموا الخدمة بتنافسية و بنفس الوقت أحمي وأضمن حقوق المستفيدين ومن ناحية الـ وامن المعلومات فهي بشكل مختصر موضوع الكلاود وسياسة الكلاود يعني حبيت أحطكم بالصورة فيها حاليا إحنا في عنا مسودة تم رفع برضو لمجلس الوزراء تتعلق بالذكاء الاصطناعي وكيف إحنا بالأردن بدي يكون في عنا يعني مثاق وطني للأخلاقيات الذكاء الاصطناعي ونلتزم فيه فبعض المواضيع اللي غطتها السياسة ويعني بتوقع خلال شهر رح يكون في عنا خلص سياسة أردنية موافقة عليها من مجلس الوزراء بما يتعلق بالذكاء الاصطناعي بتخيل أنا يمكن هيك خلصت وقتي كنت حبة ما بعرف إذا في مجال أحكي عن الأمن السبراني أو انتهى الوقت ست شريفة إذا بشكل مختصر جدا أو نكتفي معناته خليني أحكي بس إيش في عنا بالأردن عن موضوع الأمن السبراني دقيقة واحدة تمام بشكل عام إحنا بالأردن اشتغلنا على منظومة كاملة ومتكاملة عن موضوع الأمن السبراني اشتغلنا على استراتيجية وطنية للأمن السبراني بال2018 و2023 وبعدها اشتغلنا على سياسات الوطنية للأمن السبراني اللي هي بتها السياسات الوطنية للأمن السبراني عبارة عن 20 سياسة لكل المؤسسات الحكومية الالتزام بهذه السياسات حتى نضمن رفع مستوى الأمن السبراني بكل المؤسسات من ناحية الـ Governance من ناحية أمن المعلومات من ناحية حتى الأفراد ومن ناحية كيف تصنيف الأصول وإدارة المخاطر فعندنا عشرين سياسة لكل المؤسسات الحكومية الالتزام بها لضمان رفع مستوى الأمن السبراني ونضوج الأمن السبراني بالمؤسسات الحكومية موضوع الاستراتيجية برضو اشتغلناها وأنا هون بحب أأكد أنه موضوع أي شيء بنا نشتغله على مستوى وطني الـ Engagement هي سر النجاح بكل صراحة فإحنا كل شغلنا اللي بنشتغله بيكون في معانا engagement من كل الشركاء من كل الورش عمل brainstorming session بنقعد بنفكر مع بعض بنكتب مع بعض ونطلع بنصيغ الاستراتيجية بالنهاية مع بعض فطلعنا برضو بهاي الاستراتيجية لكن بنهاية الآخر إشي اشتغلنا عليه واللي هو صراحة أهم component بموضوع الأمن السبراني اللي هو قانون الأمن السبراني يعني وصلنا أنه عنا استراتيجية وسياسات لكن الأمن السبراني موضوع حرج إحنا بحاجة إلى قانون يضبط ويضمن الالتزام من كافة الشركاء مش بس الحكومة قطاع عام وقطاع خاص وحتى المجتمع كافة شرائح المجتمع بموضوع الأمن السبراني حتى نضمن حفاظ على الفضاء السبراني الأردني والتعاون الدولي بموضوع الأمن السبراني وهيك أنا يعني شاكري لكم وطبعا إذا في حدا عنده أي استفسار بإمكانه التواصل معنا ويعطيكم العافية إن شاء الله يعني يباين الجهود الجهود الأردنية بارك الله بكم جهودكم وكل التوفيق إن شاء الله للمجتمع الأردني معذرة هل فيه مجال يطرح سؤال واحد أكيد فضل شكرا لقد ندى على البريزنتيشن عندي سؤال واحد فقط بالنسبة لهذه المبادرة عن نسبة للمستوى الحكومي وعزب المؤسسات الوطني هل فكرتم في تكاليف هذه البلادفور بحيث تتوقعين أنه بعد سنة سنتين ثلاثة تكاليفها ستصبح جد بائضة فعادة لما في أي مشكل مثلا اقتصادي ولا الكاتر سيقع هنا شكرا لك أستاذ فريد والله صراحة هذا سؤال كثير جيد بس إحنا خصوصا بموضوع المشروع البيانات الحكومية المفتوحة يعني كان التوجه أنه إحنا بدنا نشتغل مع اللجنة المشتركة للبيانات الحكومية جونت كوميتي يكون في عنا تشاركية من الجميع ففعليا من 2017 لليوم إحنا لم نخصص بالموازنة أي تكاليف تصبح في هذا الموضوع فعملنا نعمل شراكة مع القطاع الخاص نشتغل مع مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات الدولية شوفت يعني إحنا نشتغل مع الأو إي سي دي مع الأسكوا ففعليا لم لغاية الآن لم نضع يعني بند فيه من بنود ميزانية في الوزارة ليصب في هذا الموضوع حتى موضوع الحوسب السحبية الكلاود اشتغلناها بتشاركية مع الشركاء ما يعني احتجنا أي إشي طبعا إذا بنحكي بالتنفيذ طبعا الانفرستركتر مكلفة لكن هذا إشي واجب لكن إذا بتتفكر فيها على اللونغ تير إحنا بدل ما كل مؤسس يكون في عندها داتا سنتر خاص إحنا بنعمل كونسليديد لهذا الحكي كلياته بمكان واحد هاي برفورمانس بسيكيور انفيرومنت بصر في عنا كلاود أو داتا سنتر آمن نبني عليه الكلاود الحكومي إن سمحت طيب صحيح تكاليفة رح ستنفجر لكن وش عنكم فيها أغلى من الذهب البيانات الآن جوجل أبل يتربحون من هذه البيانات فهذا داخل ما سميته في محاضرتي الاستدامة إن أردت أن تكون لك مدن أو أي بلاتفور مستدامة يجب أن يتربح منها وإذا لم يؤخذ بعين الاعتبار هذا الجانب فمآلها الاندفار وصدقا البيانات التي عندكم وزنها أكثر بكثير أضعاف وأضعاف التكاليف التي تنجر لذا في نظري كتوصية يجب على النظر في هذه المسألة فقط تنظيم هذه البيانات ترتيبها وبيعها فتنجر عليكم والله شكرا كل الشكر شكرا شكرا أستاذ خريدة الله يسلمك نشكرك أستاذ ندا على جهودكم على ما قدمتي الله يبارك بيج والآن ننتقل إلى أستاذ ترتيب إذا كان موجود لأن عند ترتيب ترتيب